تعرف الآن في محافظة نينوى يوجد مجموعة كبيرة من الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية أيضا يعني جامعة الموصلة نينوى الحمدانية وتلعفر يعني هذه جامعات أصبحت جامعات متكاملة المعاهد الفنية كلية الحدباء الجامعة أي أهلية كلية النور فأصبح هناك ثقة يعني في محافظة نينوى لهذه الجامعات هي أن التعليم العالي مرتبط في بغداد يعني لا يمكن أن تخطو أي خطوة من الخطوات ما لم يتم التنسيق مع الوزارة ونحن باستمرار في موضوع التنسيق في هذه الأمور بما يخدم الطلبة إن شاء الله خاصا هذه السنة الثانية والثالثة كما تعلم أنه التعليم يعني الطلبة فقط لداخل مدينة حرموا من التعليم في هذه السنوات فالتنسيق مستمر بما يخدم الطلبة إن شاء الله والله نحن لا علم لنا التعرف هذه الأمور لسوعة من الأخبار وفعلا تعرضت إلى قصف يعني مرعب جامعة الموصل أدت إلى دمار دمار العديد من الكليات والمعاهد طبعا بالتأكيد المختبرات إذا دمرت وهذه الأمور لا يمكن إقامة الدراسة فيها بشكل مناسق فلا علم لنا حقيقة بهذه الأمور بما أصاب جامعة الموصل يعني الضرر اللي يتحققوا وكل التحرم من القصف الجوي اللي صار لكن بالتأكيد لا نقدر أن نقول أنه نبدأ بالعمل ما لم نطلع على واقع الحال اللي هو في مدينة الموصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر